لكن الحرية اللي أنا بتكلم عنها شيء أعمق إنه مش بس بيقدم لنا الحرية الحرية حتى نكون أبناء الله يعني بطلت علاقة العبد بالله صارت علاقة البنو مشان هيك أنا قلت أجمل عقيدة وأقوى عقيدة في المسيحية هي عقيدة التبني والتبني بكل بساطة إنه الله تبنانا من خلال موت المسيح يسوع على الصليب وقيامته من بين الأموات أنا لا أستحق ما بستهلش بستهل جهنم لكن الرب يسوع دفع ثمن باهز وهذا الثمن اللي هو دمه الكريم لكن أخدته أنا بالنعمة وبالإيمان مجاني وطلبت الرب يسوع فأنا اتحررت صرت إنسان مؤمن وصار لإلحاء أبدية بس في خطوة أعمق أنه أنا اتحررت عشان أسير بنت أو أسير ابن للرب وهذا ما لا تنادي به ولا أي ديانة في الوجود ما في أي ديانة بتعلم عن عقيدة الفداء أو التبني التبني سوى الكتاب المقدس وهذا اللي بيقود كل الناس إلى الجميل والعرفان والشكر أنا بس واش بصلي بستهلش نعمة الله لكن الله أنعم علي وحفظني وفعلا اتبناني وأنا صرت ابن والابن يعني كل الامتيازات الشرعية مثل يسوع المسيح عنده كل الحقوق وكل الامتيازات صارت إليك صرنا أبناء بالتبني وصرنا ورثة مع المسيح نرث كل امتيازات الله وهذا طبعا أجمل عقيدة في المسيحية أنه كيف إنسان راعح على جهنم بالظلمة مقيد مستعبد للخطية عندنا سيد اسمه شيطان جاء الرب ربط القوي حررنا من قبضة الشيطان نقلنا إلى ملكوت ابن محبته صرنا أبناء صرنا نصلي صار في شركة نقول يا أبانا الذي في السموات صار في علاقة حميمة صار في بركة من خلال الرب يسوع هاي الحرية هي أعمق أنواع الحرية أنه أنا وصلت إلى علاقة البنوة مش علاقة العبد لأنه العبد بدي يضلوا يتصرف مثل عبد وأنا بعجب أنه كتير مسيحيين وكتير مؤمنين في الكنايس عايشين عبيد بدل ما يكونوا أبناء في كنايس الرب فالرب يطلقنا في الحرية ويباركنا أن نعيش هذه الحرية الحقيقية الحرية في المسيح لأنه إن حرركم الإبن يسوع المسيح فبالحقيقة تكونون أحرر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا